استعدادات على قدم وساق تجرى بمدينة شرم الشيخ الاستقبال لمؤتمر تغير المناخ قب 27 يأتي على رأس المشروعات الخضراء والذكية مبنى مجلس المدينة المصمم كصديق للبيئة بأحدث التقنيات نتابع صرح جديد من المشروعات المقامة على أرض مدينة شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ قب 27 مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي مصمم على مساحة 20 ألف متر مربع بأحدث التقنيات الإدارية والعلمية المشروع على 11 ألف متر مسطح 3 أدوار أرضي وأول وتاني اللاندس كابل حوالي 25 ألف متر مسطح مساعة خضراء ومشيات ونفورة في اسمات خلال VIB وبوابة أمامية برضو VIB وبوابة خلفية زائد مبنى خدمات بيبقى فيه 11 غرفة فندقية لأي ضيوف جايين زي موتل كده أي ضيوف جايين للمحافظ أو كده أو للمبنى ممكن ينزلوا في هذه الغرف مبنى مجلس المدينة الجديد صادق للبيئة ومزود بوحدة محاولات كهربائية بالإضافة لاستخدام ألواح الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة وتفرى في التصميم والإمكانيات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة المبنى طبعا بأحدث تقنيات التكنولوجية أنظمة شبكة المعلومات هي أحدث أنظمة عالمية مستخدمة في المبنى أنظمة التكييف المستخدمة في المبنى هو أنظمة حديثة جدا على أعلى مستوى أنظمة ذكية بتساعد على تقليل الإمبعاثات الحرارية اللي ممكن تخرج من المبنى عشان كده نقدر نقول إن المبنى ده هو مبنى صديق للبيئة مقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد أنشئ على بعد كيلو متر من مدينة الشباب والرياضة بمنطقة حي النور وبأحدث التقنيات لخدمة المواطنين لينضم إلى قائمة البنايات الذكية والصديقة للبيئة التي يجرى إنشاؤها بالمدينة ترجمة نانسي قنقر